بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد حياكم الله بالله والطلاب في درسنا لهذا اليوم والذي سنتناول فيه إن شاء الله تعالى درس الحال وهو الوظيفة النحوية التي سنترسها اليوم ولكن قبل أن نشرع في هذا الدرس نريد أن نتذكر سويا ما هو الدرس السابق الذي درسناه نعم أحسنتم هو درس القسم ذكرنا في هذا الدرس مجموعة من العناصر تناولناها بشيء من التفصيل أولها ماذا نعم تعريف القسم وكذلك أخذنا أركان جملة القسم أو مكونات جملة القسم وذكرنا من هذه المكونات حرف القسم أو أداة القسم ثم المقسم به ثم جواب القسم وأخذنا أيضا بعض أفعال القسم مثل أحرف أو أقسم وبعض الصيغ المختلفة أو المتنوعة للقسم مثل يميل الله أو أيم الله أو لعمرك وقولنا أيضا في بعض الصيغة فهو رب الكعبة فهو الذي نفسي بيده ونحو ذلك مما ورد معنا في درسنا السابق أرجو أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس بشكل جيد والآن نأتي إلى درسنا لهذا اليوم وهو درس الحال ما هو هذا الدرس؟ ما الذي سنتعرف عليه؟ ما هي العناصر التي سنتناولها خلال درسنا؟ العنصر الأول تعريف الحال ثم بعد ذلك تعريف صاحب الحال وكذلك أنواع الحال ثم فيما توافق الحال صاحبها ما هي الأشياء التي توافق فيها الحال مع صاحب الحال سنتي إلى هذا الدرس بشيء من التفصيل في البداية يقول يؤدي المسلم الصلاة خاشعا لو قلت لك مثلا في جملة أخرى وقف الإمام خطيبا وقف الشاعر منشدا ثم سألتك كيف وقف الإمام؟ ماذا ستقول؟ خطيبا كيف وقف الشاعر؟ منشدا جاء الطفل وهو يضحك وهو يضحك كيف جاء الطفل؟ وهو يضحك قابلت محمدا وهو يبتهج مثلا أو وهو مسرور أو قابلت الطفل وهو يبكي أو قابلت الطفل يبكي هذه الإجابات التي أو الهيئات التي وجدت عليها الشخص الذي قابلته أو تقول عن شاعر وقف الشاعر منشدا هذه الهيئة ماذا تسمى؟ من هو صاحب هذه الهيئة في الجملة التي ذكرتها؟ كل هذا سنتعرف عليه في درسنا يقول يؤدي المسلم الصلاة خاشعا لو سألتكم كيف يؤدي المسلم الصلاة؟ ستجيب بكلمة واحدة وهي كلمة أحسنتم كلمة خاشعا يؤدي المسلم الصلاة خاشعا بعد قراءة الجملة السابقة وتأمل الصورة أجيب عن ما يأتي ما مكانة الصلاة في الإسلام؟ ما أثرها على حياة المسلم؟ ولعل هذا من الإثران المعرفي الذي يريده لك تستطيع أن تقول هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولها أثر كبير في التوفيق والسعادة والراحة النفسية لكن الأسئلة التي تخص مضمون أو موضوع الحال ما الكلمة التي عبرت عن حال المسلم في أثناء صلاته؟ كيف كانت حاله أثناء صلاته؟ كان ماذا؟ خاشعا أحسنتم إذن هذه الكلمة التي تهمنا في درسنا لهذا اليوم التي توضح هيئة صاحب الحال عند حدوث الفعل أو عند أدائه لهذا الفعل الذي قام به ما الكلمة التي عبرت عن حال؟ إذن هذا هو درس الحال عن حال المسلم في أثناء صلاته؟ هي كلمة خاشعا وكذلك في الجمل السابقة التي سمعتموها مني وقف الإمام خطيبا وقف الشاعر منشدا وخطيبا كلها تعبر ماذا؟ عن حال صاحب الحال عند حدوث الفعل أفكر في اسم الكلمة التي تدل على حال أو هيئة صاحبها في أثناء حدوث الفعل وأسجله في الفراغ الآتي ماذا نستطيع أن نقول عن هذه الكلمة؟ وضحت لنا ماذا؟ وضحت حال المسلم إذن نستطيع أن نسميها الحال حسنتم إذن هذا هو درس اليوم الذي هو الحال كما تشاهدون أولا تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الاكتفاء المحلي وتلبية احتياجات المواطن عبر الاهتمام بالصناعات الوطنية وتأتي المبادرة موسومة بصنع في السعودية شاهدة على هذا الاهتمام بتنمية الصناعة وتطويرها ويقف قادة الوطن مشجعين على تقدم الصناعة في المجالات كافة وتأتي هذه الإنجازات ملبية وتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين التي أطلقها ولي العهد حفظه الله في هذا النص وجدنا مجموعة من الكلمات الملونة ماذا وضحت لنا هذه الكلمات في قوله شاهدة ومشجعين وملبية أيضا ما الكلمة التي سبقتها المبادرة لاحظ المبادرة شاهدة قادة الوطن مشجعين الإنجازات مبية أنا لا أقصد مبتدأ وخبر إنما أقصد صاحب الحال والحال الذي جاء بعد سنفصل ذلك في هذه الأسئلة أقول أتأمل كلمات الملونة باللون الأحمر ثم أضلل ما ينطبق عليها مما يرد في المستطيلات الآتية إذن هل هي اسم أو فعل هل هي نكرة أو معرفة هل هي مجدورة أو منصوبة هل تبين هيئة صاحبها أو مقدار صاحبها هل تبين وقت حدوث الفعل أو قبل حدوث الفعل عد إلى هذه الكلمات لاحظ المبادرة اسم أو أقصد شاهدة اسم وليس فعل وكذلك المبادرة قادة الوطن كلمة مشجعين بيّنت ماذا هيئة صاحب الحال عند وقوع الفعل ملبية أيضا كذلك بيّنت هيئة صاحب الحال عند وقوع الفعل وليس قبل وقوعه إذن اسم نكرة كما ذكر في الاستنتاج منصوب فهي منصوبة مشجعين وأيضا شاهدة جاءت ماذا تبين هيئة صاحب الحال أو قال هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل إذن هذا الاستنتاج الذي نأخذه من المربعات السابقة أن الحال اسم نكرة منصوب اسم نكرة منصوب فالحال لا يكون إلا منصوبا ثم يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل الحال يبين هيئة صاحب الحال الذي يذكر قبله في الجملة ومتى وقت حدوث الفعل وقت حدوث الفعل إذن هذا الاستنتاج الذي أخذناه من المربعات السابقة بعد ذلك أطبق أقرأ الأمثلة الآتية وأجيب عن المطلوب في الجدول في قوله قذوتك مولودا وعلتك يافعا وهذه القصيدة التي درسناها في بداية الوحدة أين الحال في الجملة الأولى وأين الحال في الجملة الثانية لعل الحال واضح كما ترون في اللون الأحمر إذن في الجملة الأولى الحال مولودا غذوتك كيف غذوتك مولودا ما نوعها ما نوع هذه الحال هل هي حال مفردة أو جملة حال مفردة ما علامة وعي ربها مولودا إذن الفتحة وقتفقنا قبل قليل عن أن الحال تكون منصوبة إذن منصوبة عن نصبها ماذا الفتحة من صاحب الحال غذوتك الضمير الكاف الذي يدل على المخاطب هذا هو صاحب الحال إذن ضمير وهي كاف الخطاب في قوله غذوتك بعد ذلك وعلتك يافعا ما هو الحال هنا كلمة يافعا وما نوعها هل هي مفردة أو جملة نعم أحسنتم هي حال مفردة وعلامة عرابها كما في الأولى أيضا الفتحة منصوبة عن نصبها الفتحة وأيضا صاحب الحال ضمير وهو كاف الخطاب كاف الخطاب في قوله علتك إذن هنا تعرفنا في هذه الأبتلاع على نوع من أنواع الحال وهي الحال المفردة وجاءت منصوبة وعلت نصبه الفتحة الظاهرة وصاحب الحال وجدنا أنه الضمير الذي في نفس الجملة بعد ذلك يقول أكمل الإعراض في الجدول الآتي واحد تأتي المبادرة الموسومة بصنع في المملكة شاهدة على اهتمام حكومتها الرشيدة بالصناعة في الجملة الثانية يقف قادة الوطن كيف يقفون مشجعين على تقدم الصناعة في مجالاتها كافة إذن هنا الحال شاهدة هنا الحال مشجعين ويريد الإعراض أكمل الإعراض في كلمة شاهدة قال حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مشجعين أيضا ماذا سيكون أكمل مع الكتابها الآن حال ماذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة أليس كذلك الفتحة الظاهرة تأكدوا أين ما نوع هذا الاسم مشجعين هل هو مفرد أو مثنى أو جمع نعم هو جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ينصب بماذا أحسنتم أحسنتم ينصب بالياء وعلامة نصبه الياء لأنه ماذا جمع مذكر سالم وعلامة نصبه الياء إذن هنا الفتحة لأنه سم مفرد وهنا الياء لأنه جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم كما ذكرنا الياء لأنه جمع مذكر سالم ثانيا قال تعالى وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وفي قوله تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وفي المثال الثالث يقول نظر هارون الرشيد يرحمه الله إلى السحابة قائلا أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك ماذا يريد مخلال هذه الأمثلة يقول أستخرج الأحوال من الأمثلة السابقة وأكمل الفراغات الآتية في المثال الأول يقول الحال صغيرة كما ربياني كيف ربياني صغيرة صغيرة هنا صاحب الحال الضمير المنتصب ياء المتكلم ربياني إذن ياء المتكلم في الكلمة السابقة وهو ماذا هذا الياء أو هذا الضمير ماذا هل هو اسم أو فعل أو حرف حسنتم هو اسم موقعه الإعرابي مفعول به ربياني رب فعل و ألف البثنين هي الفاعل و الياء ضمير متصل في محل النصب مفعول به و هو صاحب الحال في هذه الآية الجملة الأولى في الآية القرآنية كما ربياني صغيرة في الآية الثانية ما هو الحال و من قتل مظلوما كيف قتل مظلوما إذن مظلوما هي الحال صاحب الحال هو الضمير المستتر هو قتل هو و من قتل هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تكريره هو وهو اسم الضمير اسم موقعه الإعرابي نائب فاعل لأن الفعل قتل فعل مبني للمجهول و بعده يأتي نائب الفاعل الحال في الجملة الثالثة قائلا وقف هارون رشيد رحمه الله قائلا كيف وقف قائلا إذن قائلا و صاحب الحال هو هارون و هو اسم موقعه الإعرابي فاعل وقف هارون هارون فاعل إذن نجد أن صاحب الحال يعرب حسب موقعه من الإعراب قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا قد يكون نائب فاعل كما في الجملة السابقة أما الحال فلا يكون إلا منصوبا أو جملة في محل نصب جملة في محل نصب كما سيأتي معنا ما نوع صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير هل هو معرفة أو نكرة تأمل في صاحب الحال في الجملة السابقة في الضمير الضمائر لا تكون إلا معارف إذن صاحب الحال يكون معرفة و أيضا هارون العلم العلم أيضا من المعارف إذن صاحب الحال لا يأتي إلا معرفة ما العلاقة بين الحال و صاحبها من حيث التذكير والتأنيث هل تكون الحال مؤنثة و صاحبها مذكر أو تكون مذكرة و صاحبها مذكر و مؤنثة إذا كان صاحبها مؤنث الصحيح أن يكون متطابقا في التذكير والتأنيث في التذكير والتأنيث ما العلاقة بين الحال و صاحبها من حيث العدد الإفراد والتثنية والجمع من حيث العدد صاحب الحال موافق الحال في العدد سواء إذا كان مثنى جاء الحال مثنى و إذا كان صاحب الحال جمع سيأتي الحال جمع و إذا كان مفرد سيأتي مفرد إذن متطابقان أيضا في العدد لو قلت مثلا وقف الشاعران سنقول منشدين حال منصوب على النصب يجال أنه مثنى وقف الشعراء منشدين هنا توافق في العدد لأنه جمع و ننصبه بليار وقف الشاعر هل نقول منشدين أو منشدين لا كلاهما سنقول منشدا لأنه مفرد إذن متطابقان أيضا في العدد إن كان صاحب الحال مفرد سيكون الحال أيضا مفرد و إذا كان مثنى سيكون مثنى و إذا كان جمع سيكون الحال جمعا أعلم أن الحال إذا كانت جملة لا بد من وجود رابط يربط الحال أو يربط الحال الجملة بصاحبها إذن إذا كان الحال جملة قد يأتي الحال مفردة كما قلنا وقف الشاعر منشدا و قد يأتي جملة جاء الطفل وهو مسرور وهو مسرور هذه الجملة سيكون فيها ضمير يربط لنا الجملة بصاحب الحال أو قد يكون قال سيد حدثنا يقول الحال إذا كانت جملة لا بد من وجود رابط يربط الحال الجملة بصاحبها هذا الضمير سيربط الحال الجملة بصاحبها الذي يرد قبلها و قد يكون الرابط الواو وهو مسرور مثلا أو الضمير سواء كان الضمير متصلا أو ضميرا مستترا كأن نقول مثلا جاء الطفل يضحك فجملة يضحك هنا الفاعل ضمير مستتر تكريره هو وهذا الضمير يربط لنا الجملة بصاحب الحال أو الواو والضمير معا جاء الطفل وهو مسرور وهو مسرور الواو والضمير معا الواو التي تسبق الحال تسمى واو الحال هذه الواو عندما أقول وهو مسرور وهو ضاحك مثلا ستكون أو تسمى واو الحال تسمى واو الحال و قد تسمى واو الحالية أستنتج أن صاحب الحال اسم معرفة وليس نكرة وقد يعرب فاعلا أو مفعولا به أو نائب فاعل يعرب فاعل أو مفعول به أو نائب فاعل كما مر معنا في الأمثلة السابقة وأيضا تطابق الحال صاحبها في واحد أو ألف التذكير والتأنيث وأيضا ما العدد الإفراد والتثنية والجمع كما مر بنا قبل قليل بعد ذلك يقول في تفكير الناقض أحلل الجملتين الآتيتين وأستدل على وجود الخطأ في كل منهما مع التعليل في الجملة الأولى يقول شهد مريض صابرا هو أراد أن تكون صابرا حال إذا لك نصبها لكن صاحب الحال هل يصح أن يكون صاحب الحال نكرة ترسنا قبل قليل أن صاحب الحال يكون معرفة إذن كيف أصوب الجملة سنتم بأن أعرف المريض فنقول شهد المريض وضيف للتعريف على كلمة المريض فيصبح التصويب شهد المريض صابرا صابرا الآن حال منصوب على نصب الفتحة وصاحب الحال المريض وهو معرفة في الجملة الثانية سمع المصلي خطبة الجمعة منتبهين اتفقنا على أن صاحب الحال على أن الحال توافق صاحبها في العدد في الإفراد والتثنية والجمعة هل وافقت الحال صاحبها وهو المصلي في العدد شوهد المصلي أو سمع المصلي خطبة الجمعة منتبهين نستطيع أن نقول سمع المصلون خطبة الجمعة منتبهين ونستطيع أن نقول سمع المصلي خطبة الجمعة منتبهين 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 إذا أنت استطيع أن تجعل هذه الكلمة جمع كما جاء في الحال فتقول سمع المصلون وهو فاعل مرفوع عن ترفيه الواو لأنه جمع منذكر سالم أو أن تبقيها في حالة مفرد وتغير في الحال فتقول سمع المصلي خطبة الجمعة منتبهين يصبح حال مفردة لتوافق الحال صاحبها في العدد اصنع ما شد بعد ذلك يقول رأى هارون رشيد السحابة غادية ثم في الجملة الثانية رأى هارون رشيد السحابة وهي غادية وهي غادية وفي الجملة الثالثة رأى هارون رشيد السحابة تغدو جاءنا بالفعل الجملة الفعلية نعرف من هذا أن الحال تقسم إلى حال مفردة مثل غادية وحال جملة هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية مبتدأ وخبر أو جملة فعلية فعل وفاعل مستتر كما في هذه الجملة وكد يكون الفاعل غير مستتر طيب لاحظوا معي في هذه الجملة الثلاث الأسئلة تقول أين الحال في الجملة الأولى الحال غادية جاهد السحابة غادية هذا الحال وهي حال مفردة منصوبة وفي الجملة الثانية أو في السؤال الثاني يقول ما نوع الحال هل هي مفردة أو جملة أو شبه جملة غادية حال مفردة ما الذي حل محل الحال غادية في المثال الثاني شاهد هارون رشيد السحابة وهي غادية إذن قوله وهي غادية وهنا مبتدأ وخبر وهذه الواض الحالية إذن الضمير هنا ضمير منفصل مبني في محرفة مبتدأ وغالية خبر مرفوعة رفعية الضمة والجملة الاسمية في محل نصب حال وهل تغير معنى الجملة لم يتغير هي بنفس المعنى لكنه جاء بها هنا جملة وفي الأولى مفردة بعد ذلك يقول ما الجملة التي بيّنت حال السحابة عندما رأها هارون رشيد في المثال الثاني هي جملة وهي غادية ما نوع الحال في المثال الثاني هل هو حال مفردة أو جملة حال ماذا جملة وهي جملة اسمية لأنه كونا مبتدأ وخبر ما الذي ربط جملة الحال وهي غادية بصاحب الحال السحابة ما الذي ربطها أخذنا روابط قبل كابلين في أعلم أنه وهنا الواو والضمير هي الواو هذه والضمير هي هنا ارتبطت الجملة بصاحبها بهذا أو جملة الحال بصاحبها بهذا الضمير وبهذه الواو الحالية ما نوع الحال في المثال الثالث شاهد هارون رشيد السحابة تغدو تغدو اسم أو فعل أحسنتم فعل مضارع مرفوع عن أطرف ضمن مقدرة والفاعل ضمير مستثير جوازا تقديره هي عائد على السحابة إذن جملة فعلية تغدو ما الرابط الذي ربط الحال تغدو بصاحبها السحابة ما هو هنا الضمير المستثير في الفعل تغدو وتقديره هي تغدو هي الضمير هو الرابط هنا في هذه الأمثلة يقول صنف الأحوال في الأمثلة الآتية حسب أنواعها في الجدول الآتي قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وفي قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون وأيضا ثم انبعث فيهم ذلك النور وهو ساطع بقوة وهو ساطع ما أنواع الحال في هذه الجمل لاحظ معي في قوله ملوما محسورا كلها أحوال مفردة وفي قوله يبكون هنا جملة فعلية وفي قوله وهو ساطع هذه الجملة الاسمية إذن هكذا نصنفها الآن فنقول ملوما ومحسورا هنا حال ماذا مفردة الحال الجملة الاسمية وهو ساطع وأما جملة الفعلية وجاءوا أباهم عشاء أماذا يبكون كلمة يبكون جملة فعلية فعل مضرع مرفوع بترفعه ثبوت النور لأنه الفعل خمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة من الفعل المفاعل في محل نصب حال في محل نصب حال أعلم أن الحال الجملة تعرب في محل نصب حال هذا هو عراب الجملة إذا جاءت في جملة الحال فنقول في محل نصب حال وهنا قاعدة الدرس تعريف الحال اسم النكرة منصوب يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل وأما صاحب الحال فصاحب الحال اسم معرفة وقد يكون الفاعل أو المفعول به أو نائب الفاعل ثم بعد ذلك قلنا تطابق الحال صاحبها في التذكير والتأنيث وفي العدد الإفراد والتثنية والجمع ثم بعد ذلك أنواع الحال درسنا الحال المفردة والحال الجملة الإسمية والجملة الفعلية هذه هي عناصر الدرس التي تحدثنا عنها في هذا الدرس وهذا هو خلاصة درسنا لهذا اليوم بقي بعد ذلك الواجب المنزلي أريد منكم إكماله بأنفسكم أضعوا العبارات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون أحوالا مثلا في قوله يحترماني الكبير وأيضا مطيعة والديها موقنا بالإجابة وقلبه خاشع هذه الجمل نريدها أن تكون أحوالا في جمل مفيدة وإحرصوا على حلها بشكل جيد بعد مراجعتكم للدرس السابق ونرتقي بإذن الله تعالى في درس قادم إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر